وهنا تحديداً هل ستقع حمس في ذات الخطأ الذي وقع فيه الحزب في السابق بالإعلان عن الاسم الشخصية التي ستخلف ربما السنوار يعني أو عفوا أن أعتذر رئيسة حزب الله حركة حمس نفسها عندما فقدنا هنية جاء السنوار اليوم فقدنا السنوار قد يأتي خليفة لولك لدواعي أمنية هل سيتم إخفاء هوية من يتولى مكان السنوار لا أعتقد ذلك لأنه اختيل السنوار ليس لأنه رئيس حركة حماس نعم اسمعين هنية اختيل لأنه رئيس حركة حماس وكان الهدف منه هو تعليمه على الإيرانيين الهدف منه تسجيل انتصار معنوي إلى آخر رغم أن أسريل لم تعترف حتى الآن بأنها هي التي اقتلت اسمعين هنية اختيل السنوار جاء ليس على خلفية أنه تم انتخابه رئيساً للحركة ليس هذا المهم انتخابه اغتياله كان على خلفية أن اسرائيل تعتبره هو المسؤول الأول والأخير عن تخطيط والتنفيذ وإدارة المعركة فيما بعد منذ 7 أكتوبر وحتى الآن على هذه الخلفية جاء اغتياله لا تستطيع حماس لا تستطيع حماس مونة أن تنتخب رئيساً للحركة ويبقى سري هذا أولاً مستحيل هذا لا يمكن ليس هناك في هذا العصر أسرار من هذا النوع ولكن ولكن ممكن أن تختار رئيساً وممكن أن تؤجل ذلك إلى الآن بعد اغتيال اسماعيل هنية شكلت حماس لجنة لجنة خماسية يرأسها رئيس المجلس الشورى محمد اسماعيل درويش ابو اسماعيل ومحوا المسؤولين عن الأقليم المختلفة أقليم غزة وأقليم الضفة وأقليم الخارج والسجون باعتبارها إقليم في حسب تفصيلة حماس الآن هذه اللجنة هي التي قادت عملياً خليل الحي هو الذي قاد المفاوضات ومثل حركة حماس بصفته الذي كان يتابع هذا الملف ربما هذا الأمر يتغير بمعنى الحركة تجد أن من الضروري أن يكون هناك انتخاباً لرئيس لهذه الحركة في اعتقادي هذا خيار هناك خيارين إما أن يتم اختيار رئيس وإما أن يتم الاكتفاء في المرحلة الحالية إلى أن تنتهي الحرب على سبيل المثال وتتضح الصورة أكثر اللجنة هي اللجنة الخماسية هي التي تقود الحركة